جرس انذار جديد اطلقه مجلس الامارات للافتاء الشرعي من جماعة الاخوان الارهابية محذرا من الانتماء لها باعتبارها مجموعة تدعو الى اثارة الفتنة والعنف والارهاب مجلس الامارات للافتاء اكد في بيان له ان هذه الجماعة عرف عنها منازعة ولاة الامر وشق عصى الطاعة وان كل ما خرج من عباءتها هي جماعات تمثل التطرف والعنف البيان الاماراتي جاء متوافقا مع بيان هيئة كبار العلماء في السعودية الذي حذر من ان جماعة الاخوان تثير الفتن وتزعزع التعايش في الاوطان وتخرج على الحاكم لتحقيق اهدافها الحزبية التخريبية ومنذ تأسيس هذه الجماعة لم يظهر منها عناية بالعقيدة الاسلامية ولا بعلوم الكتاب والسنة وانما غايتها الوصول الى الحكم ومن ثم كان تاريخ هذه الجماعة مليئا بالشرور ومن رحمها خرجت جماعات ارهابية متطرفة عاثت في البلاد فسادا مما هو معلوم ومشاهد من جرائم العنف والارهاب حول العالم ولان تاريخها مليء بالشرور والفتن يواصل المجتمع الدولي ادراج جماعة الاخوان على قائمة الارهاب وحظر انشطتها خاصة ان تطرف هذه الجماعة وعنفها سمة اصيلة في فكرها ولا جدوى من اصلاحه او تغييره